السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متبعي الأعزاء في كل مكان أسعد الله أوقاتكم أسعد الله قلوبكم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أما بعد موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الموسم الجديد موسم 2024 إن شاء الله رب العالمين دخلنا في شهر أكتوبر شهر عشرة وفعليا وزمنيا بقي لدينا شهرا لندخل في سنة 2024 ومن المعروف أنه الموسم الذي يعتمد على الإضاءة يبدأ في هذا الشهر أو الشهر القادم يعني شهر نوفمبر وشهر ديسمبر أو يبدأ التجهيز له الآن في شهر أكتوبر طبعا العديد من المتابعين يسألون عن متى سيجهز الكناري الخاص بي أو متى سيجهز كذا هذا سؤال كثير ما نسمعه أعزائي المتابعين هناك يعني نقطة مهمة في قضية جهوزية الكناري والطيور بشكل عام خصوصا الكناري وخصوصا الطيور ذات الأحجام فوق المتوسطة إلى الأصول هذه الطيور لها علاقة بتاريخ الميلاد تاريخ ميلاد العصفور تاريخ الفقس يعني مش معقول عصفور تم إنتاجه في شهر 8 بده يشتغل في شهر 11 مش معقول عصفور أنتج في شهر 12 بده يشتغل في شهر 3 إلا في نوادر أو إلا في بعض العصفير التي قد تجهز على 3 شهور ونص 4 شهور مثل الكناري اللي ما نسمي الريد فاكتور الخوخي أو اللي هو البلدي البلدي الريد فاكتور أو الخوخي حتستغرب لو قلت لك أنه في يوم من الأيام اشتغلت أنثى على ثلاثة أشهر وباضط أو اشتغل ذكر على ثلاثة أشهر وتزاوج وعب البيض وأخصب ستستغرب طبعا لا تستغربوا من هذا الكلام فالبلدي أو الصغير الحجم قد يشتغل على عمر صغير ولكن لا أخفيكم أن تزاوج البلدي على عمر صغير له أضرار كما له فوائد من أضراره هو أن الضكر قد يدخل في عملية افتاق بعد عملية التزاوج والأنثى قد تدخل في تعريض البيض وانحشار البيض وتموت طيب أروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم الموضوع الأصلي طبعا ها هي حجلات 2024 ها هو اللون لون حجلات السنة هذا لون حجلات السنة هذه حجلات يعني تم عملها تمام لتكون يعني باكورة عام 2024 إن شاء الله رب العالمين وهي مقاس 3 على 3 للعصفير يعني المتوسطة فما فوق ويجوز وضعها للعصفير اللي هي الصغيرة أو البلدي ماذا نفعل في بداية الموسم تجهيز الآن في مربين يقوم بترك الإناث وحدها حتى تجهز وتلف العش وينتفخ البطن ثم يقوم بوضع الضكر عند الأنثى فيقوم الضكر بنبش العش وتخريبه وتقوم المعارك داخل القفص ويبدأ بالسؤال عزيز المتابع إذا أردت أن تتبع الطريقة التي أتبعها فهي كالآتي أنا أقوم إذا أردت أن أزوج في هذا الموسم وبالمناسبة لدينا زوجان من الكناري اشتغلا على الرغم من أنني كنت لا أريد أن أجهز ولا أريد أن أشغل في موسم اللي هو الشتاء القادم يعني أنا أرغب إجماليا أن أزوج في شهر ثلاثة شهر اللي هو مارس ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض الكناري بعض الإناث وبعض الأزواج اشتغلت وباضت والآن يعني سنأخذكم إلى المزرعة بعد قليل ونريكم زوجان من الكناري ونشرح عليها في الداخل المباشر طيب ماذا نفعل الآن نقوم بجمع كل زوج مع بعضه البعض ستقول أن الذكر غير كامل الجهوزية الأنثى غير كاملة الجهوزية الناس الذين دخلت طيورهم في غيار الريش في شهر خمسة يمكنهم مزاوج طيورهم في شهر 11 كمان مرة الناس اللي طيورهم دخلت غيار الريش في شهر خمسة أو قبل يمكن أن يشغلوا ويزاوجوا طيورهم في شهر 11 تمام طبعا حتقابل مشاكل للشتاء المفروض الناس اللي متعودة تشغل في الشتاء تكون عرفة المشاكل ويوجد على القناة فيديوهات يعني تستطيع أن تستدل بها للمشاكل مشاكل الشتاء تمام إذن الآن نقوم بجمع كل زوج مع بعض كل ذكر وأنثة مع بعض ونضرب الألوان بشكل سليم ونضع الطيور الأصول مع بعض بشكل سليم والبلدي مع بعض بشكل سليم والذي يريد أن يحسن سلالة معينة وهكذا طيب وضعناهم نراقب أول يوم الطيور هل يوجد شجار إذا وجد شجار بين زوج من الكناري والشجار يؤدي إلى ركوب أحد العصفرين على الآخر بغرض القتل نقوم بعزله ولا نتأخر نعزله لكن إذا مر يوم كامل على الطيور والشجار خفيف ويعني شجار خفيف عند بعض الأزواج والأمور تمام خلاص نتركها ستقول لمتى ستلف متى ستزوج اتركها فقط شهر ونص عادي حتى تدخل في الجوزية مع بعض ماذا نستفيد من هذا الأمر نستفيد الآتي أن كل زوج يتزاوج مع بعضه بهذه الطريقة سيظل شغال إلى نهاية إلى الدخول في غيار الريش ولو دخل الذكر في غيار الريش والأنثة تحتيها فروخ أو بيض سيجهز تلقائيا عند التلقيح وسيزاوج الأنثة وستكتشف أن البيض مخصب بالرغم أن الذكر في غيار الريش يعني أشياء رائعة جدا في هذه الطريقة مجربة الآن يعني هذه النقطة أولى نقطة ثانية نقطة ثانية الأقفاص أعزائي المتابعين لابد أن يكون هناك شبك عازل أرضية القفاص عازل تمام ثالثا لابد من إطعام الأنثى أو الزوج البيض ولو بشكل خفيف ثمن بيضة مسلوقة لمدة أسبوعين إذا كانت الأنثى في مرحلة البيض النقطة الثالثة قلنا البيض المسلوق مهم جدا في هذه المرحلة البيض المسلوق ثمن بيضة مسلوقة لمدة أسبوعين للزوج أو للأنثى إذا أردنا أن يعني نجاهزها وأن تبيض خمس بيضات فما فوق أو أربع بيضات فما فوق تمام طبعا في أحد المتابعين سأل سؤال وقال هل يجوز تحريك القفاص عزاء المتابعين يمكن أنا عملت كل الفيديو وكانت الذي كان المنبه لعمل الفيديو هذا السؤال عزيز المتابع إذا دخلت طيورك في عملية الإنتاج فلا يجوز تحريك الأقفاص من مكانها نهائيا ولا يجوز تغيير وجهة القفاص إذا كان على اليمين نسير على الشمال إذا كان على الحطة نسير على الحطة على هذا الحائط وهكذا لا ثبات يجب على ثبات الأقفاص في أماكنه لذلك فترة التجهيز هذه نضع الخزنات أو الأقفاص في مكانها الذي يريحنا تمام ما بدي بعد فترة أقول لا بدي أغير هذه الخزانة من هاللهان أو من هاللهان يعني إيش في بيض إيش في فروق معاناة الكلام سأدخل في مشاكل قد تهجر الأنثى البيض أو قد تهجر الأنثى الفروق لذلك الثبات يجب أن حتقول لها عملية النظافة نقوم بسحب الدرج ننظفه والقفص مكانه لا نقوم بتنزيل القفص ننظف والقفص مكانه نسحب الدرج ننظفه ثم نعيده تمام هذه نقطة مهمة حتقول لي التغذية طيب إيش كمان التغذية التغذية طبعا الحبوب الكاملة ويا حبدة لو وضعنا في هذا الوقت هذه ظهر الحبار ما نسمي ظهر الحبار هذا بيكون في المحابر في ظهر المحبرة يكون أحيانا على الشاطئ أو في الأسواق في أماكن تنظيف المحابر اللي هي البحرية هذا طبعا سيعطيهم الكلس تمام يعني آخر نقطة سأتحدث فيها في هذا الفيديو ألا وهي نقطة الإضاءة راح نعطيكو ساعتين مخصصتين نثبت عليها من اليوم فصاعد المساء الساعة الثامنة نطفئ لأضواء تمام وصباحا الساعة السادسة نشعل الأضواء طبعا هذا بالنسبة للشخص الذي يربي في غرفة منعزلة عن البيت في غرفة منعزلة عن البيت عن أولادها عن كل شيء أما إذا الشخص يربي داخل البيت فهناك ستكون هناك مشكلة لأن الطيور ستصهر مع أهل البيت وستصحوا مع أهل البيت وستكون الساعة البيولوجية فيها أمور ملخبطة ستبيض الأنثى على الثلاثة في الليل على الثلاثة في الليل وهكذا لكن هذه الطريقة عندما نثبت الإضاءة ثامنة مساء النطفئ طبعا نعوض الطير على أننا نطفئ الأضواء ثم نردها وممكن نجعل الضوء خافت لتعود الإناث على الأعشاش ثم نطفئ تماما ونترك الطير ينام على العتمة تمام ونشعل الإضاءة الساعة السادسة صباحا يتعود الطير على هذا الأمر نجد أن جميع الإناث ستبيض الساعة السابعة ستبيض الساعة السابعة طبعا الآن ندخل إلى المزرعة ونعرض زوج من الكناري ونحكي عن نقطة مهمة في الداخل ثم نختم بها الفيديو طبعا هاي أول زوج كناري اشتغل في هذا الموسم موسم 2023 هاي التاريخ على العش 27-9 كانت البيضة الأولى 27-9 البيضة الأولى طبعا لو طلعنا فوق يا جماعة وشفنا الزوج اللي فوق زوج الكناري اللي فوق هذا الزوج يا جماعة إذا كنتم تذكرونه هذان فرخان تمنا تفهمه من الأم من الأنثى إذا كنتوا ذكرين من الأنثى وضعنا الفاصل اللي هو الخيش فاصل الخيش وقمنا بتزويج الأنثى إلى ذكر آخر ها هي الأنثى ترقد مع ذكر الآخر وقد باضت وهي تاريخ البيض موجود على العش تمام تاريخ البيض أول بيضة 26-9 26-9 طبعا لو رجعنا يا جماعة للفيديو السابق طبعا يا جماعة لو رجعنا إلى الفيديو السابق تبع الجوز الحبشي اللي كانت مع انتايته الحبشي الكبير ونتفت فروخ وذكرها طبعا ذكرها كان داخل في غيار ريش وأنا قمت بعزل الأنثى عن الذكر والفروخ لأنه متبهدل خالص أيامها وقمت بتزويج هالذكر الأبيض اللي ظهر في الفيديو قبل قليل متى باضت؟ باضت فيه 26 الشهر هذا يعني 26 تسعة اللي فات سبتمبر طيب المدة طويلة جدا يعني هي باضت بعد أكثر من شهر ونص ولذلك يا جماعة عند فطم الأنثى الأنثى عن ذكرها إما أنها تدخل في غيار ريش ولا تتزاوج نهائيا أو أنها إذا تزاوجت ستنتج بيض ثارغ أو أنها ستتأخر حتى تلوف الذكر الجديد وهذا إن شاء الله ما حدث معها طبعا خلاص تركت الذكر القديم طب لماذا؟ لأنها بقيت مع ذكرها القديم أكثر من عام كامل وهي تنتج معه طول الموسم وهي تنتج ما شاء الله أنتجت عدد كبير من الفروخ وبالتالي هي لا تستغني عن ذكرها الأصلي بسهولة فظلت مع الذكر من حوالي شهر ونص إلى شهرين تقريبا ولم تفعل شيء سوى أنها لفت العش فقط وظلت تنادي على ذكرها حتى بعد فترة الذكر الموجود عندها كان يغرد عليها باستمرار 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 حتى أنها لافت الذكر الجديد وقامت بسحب العش وإعادة لفه من جديد تخيلوا ثم باضت مع هذا الذكر الذي قام بتلقيحها بعد حوالي شهر ونص أو شهرين من سحبها عن ذكرها هذه معلومة نضيفة في عملية التشغيل في عملية فصل الذكر عن الأنثى هذا والله الموافق أرجو من الله أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومات ولا تنسى اللايك لا تنسى الاشتراك في القناة كنت ترانا للمرة الأولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر